اشتركوا في القناة سموه على ما تتمتع به مملكة البحرين من مقومات عديدة جاذبة للاستثمارات المختلفة وما توفره من مزايا محفزة لتطوير بيئة الأعمال فيها مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز موقع المملكة الاقتصادي على الخارطة العالمية بما يتوافق مع رؤيتها الاقتصادية 2030 من خلال المبادرات والبرامج المختلفة وما تقدمه من تسهيلات والتي كان لها الدور الكبير في تدفق المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى مختلف القطاعات الحيوية في المملكة والتي تسهم في نماء وازدهار الوطن وتعود بالنفع على المواطنين ونوه سموه بضرورة استمرار البناء على ما تحقق من منجزات وخطوات متقدمة على صعيد تطوير قطاعات المملكة الاقتصادية وتعزيز مفهوم الابتكار والإبداع بما يسهم في رفض الاقتصاد الوطني ودعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الغليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه ولدى وصول سموه حفظه الله كان في الاستقبال سعادة السيد سمير عبداللناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين مستمرة في تحديث وتطوير البنية التقنية بما يتوافق مع التوجهات الرامية إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات ومواصلة فتح المجال أمام الأسواق العالمية وموائمتها مع التشريعات والقوانين التي تسهم في زيادة الأنشطة الاقتصادية بما يخلق الفرص النوعية الواعدة أمام المواطنين وأضاف سموه أن مملكة البحرين تواصل العمل على مواكبة التطور المعلوماتي السريع في مجال التكنولوجيا الرقمية من خلال توظيفها للتقنيات الحديثة بأساليب مبتكرة على مختلف الأصعدة بما يلب تطلعات المنشودة نحو مستقبل مزداهر ومشرق يعود بالنفع والنماء لصالح الجميع وقال سموه إننا نسير بخطة ثابتة نحو خلق نماذج رائد ومتقدمة في قطاع الأعمال من خلال مواصلة رسم السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تسريع عجلة تنمية الاقتصادية في المملكة لافتا سموه إلى أن انعقاد أعمال المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب يعكس ما تتميز به المملكة على صعيد تنظيم واستضافة المؤتمرات التي تسهم في تعزيز مكانة المملكة على خارطة الاقتصاد العالمي وما توفره مثل هذه المؤتمرات من منصة هامة وحيوية تستقطب مختلف الخبرات العالمية في قطاع الأعمال والاستثمار مشيرا سموه إلى المشاركة الفاعلة التي يحظى بها المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بما يخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة وقد ألقى سعادة السيد سمير عبداللناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال حفل افتتاح المؤتمر كلمة نأكد فيها على أهمية إنشاء بنية تحتية تشريعية وتعليمية وتجارية وصناعية رقمية تواكب التحول للاقتصاد الرقمي لافتا إلى ضرورة بناء مراكز دراسات وأبحاث متخصصة لتسريع تحول المنطقة من مستهلك إلى مطور قادر على المنافسة والعمل على إقامة شراكات فعلية تكفل نقل المعرفة وتسهم في خلق مزيد من الفرص النوعية أمام رواد الأعمال وقد أعرب صاحب السمو الملكي وليو العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لجهود رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين في تنظيم فعاليات المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب ودورها في إبراز هذه الفعالية بصورة مشرفة وما توفره من فرصة كبيرة في تعزيز قطاع الأعمال والاستثمار متمنيا لكافة المشاركين التوفيق والنجاح في أعمال المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار الرقمي في الدول العربية ترجمة نانسي قنقر